السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نفض عقول عبر منصة بالب لص الرقمية في حكمة رومانية بتقول لا تسأل الطغاة لماذا طغوا بل اسأل للعبادة لماذا ركعوا لأن الظلم والاستبداد صفة ما بتنولد مع البشر بشكل فطري لكن في عوامل كتيرة بتصنع الطاغية وبتقوي نفوذه وبطشه وأهم العوامل هي خنوع العامة وفساد الحاشي لكل طاغية حاشية بيسبحوا بحمده وبيستغفروا وغضبوا وبيطيعوا أمره وبيستفيدوا من بطشه وظلمه للناس الناس اللي بسبب جاهلها واستكنتها بتساعد في بسط نفوذ الطاغية فلو أعطاهم مدحوا عطاؤه ولو حرمهم طلبوا غفرانه ولو طلب منهم الكلام مش هيقوله غير أطال الله بقاؤه وبهيك بتتحقق أركان العبودية اللي بيتمناها الطاغية لتقوية بقاؤه وبمجرد ما يقوى نفوذ الطاغية ويتفشى سرطان الظلم والاستبداد بيصير شغله الشاغل هو وحشيته السيطرة على خيرات البلد اللي هي المفروض بالأصل من حق الناس بيعطيهم من خبزهم كسرة فبيشكروه ولو عقبهم اعتبروا عقابه منحة من جلالته وكل ما زاد جهل الناس وضعفهم زاد بطش الطاغية صناعة الطغاء هي الصناعة الوحيدة ذات الجودة العالية اللي مجتمعاتنا بتشتر فيها الشعوب من جهتها بتهتف والإعلام بقدسه بمجد وعلماء السلطان بيدبحوا الفتاوى وبيضبضوا حقها وبتبدأ مراحل الإنتاج بالدوران بفرض تعليق صورته في كل الوزارات وبتصير أخباره 3-4 نشرة الأخبار وأفكاره هي منقذة الأمة وعشان الطاغية يقدر يحقق كل هذا بيحتاج لقبضة أمنية تفرد سيطرتها وتقمع أي واحد بيرفع صوته وبيكون شغلهم الشاغل تذكير الرعية بإنهم إيدة طاغية اللي حطبطش فيهم بس لو فكروا يعرضوه وبالغالب أشخاص هالقبضة الأمنية بيتحولوا بعدين لطغاز غار على جد جدرتهم على بسط نفوذهم وظلمهم واستبدادهم صناعة الطغا هي الصناعة الوحيدة اللي فيها خسارة الصانع فيها مؤكدة الشعب اللي بيصنع طغيته بإيده ما بيكسب غير جهل، ظلام، استبداد، عبودية والشعوب اللي صنعت حريتها بإيدها وتحررت من العبودية كلكم شايفين وين وصلت من تقدم وازدهار خلينا نتوصل لقناعة بإنه بقاء الطغا من دوام صمت المظلومين وخنوعهم وإنه اللي صنعها الطغية بصمته هو اللي بيقدر يقضي عليه بصوته صوت الحرية والعدل والمساواة صوت الحق والديمقراطية صوت الشعب اللي مفروض يكون هالدار